اكثر من خمسة الاف مواطن من محافظات كردوسان العراق تركوا قراءهم وهاجروا باتجاه اوروبا خلال هذا العام 2024 وفقا لاحصائيات اولية لمنظمات مشمع مدني فيما يقول اخرون ان العدد اكبر بكثير ظاهرة هجرت الشباب من مدن كردوسان العراق في تزايد مستمر وسط انتقادات شديدة وجهت لسلطات اربيل والسليمانية لعدم معالجة هذا الملف بشكل سريع وبخطوات محكمة وسط تساؤلات عن اسباب مغامرة الشباب بحياتهم وتحمولهم مشقة السفر الطويل وخطورة البحر ومغادرة وطنهم الاصلي حيث لقي اكثر من خمسين شابا مصارعهم غرقا على حدود السواحل الاوروبية خلال نهاية العام الماضي والاشهر الاولى من العام الحالي ورغم ان محافظات كردوسان العراق تحظى باستقرار امني مقارنة مع باقي المحافظات الا ان العمل الاقتصادي وتأخير صرف الرواتب وارتفاع معدلات الضرائب وقلة فرص العمل كانت وما زالت عوامل تدفع بالاف الشباب لمغادرة بلدهم باتجاه الدول الاوروبية فقد اظهر استطلاع للرأي اجرته مؤسسة غالوب ان اثنين من كل ثلاثة من سكان كردوسان العراق يعجزون عن ايجاد وظيفة من جانبه يرى احمد دبان العضو السابق في برلمان كردوسان العراق ان ملف الهجرة بات واحدا من اكثر الملفات التي تحتاج الى معالجة سريعة حيث باتت الارقام السنوية والاحصائيات المتعلقة بهجرة الشباب مقلقة للغاية فهؤلاء يخاطرون بحياتهم وكثير منهم فقد حياته بحثا عن حياة امنة لاسيما العديد من المصانع وشركات والاسواق تم اغلاقها بسبب الازمة المالية جراء الخلافات بين سلطات بغداد واربيل فضلا عن انعدام المساواة واليأس وكلها اسباب تغدي مشاعر اختيار الهجرة لدى الاكراد بحسب محهد واشنطن للدراسات اشتركوا في القناة